أسات اللاجئين والمهاجرين لا تنتهي ومعاناتهم المستمرة مع اندلاع الحروب وعدم الاستقرار في أوطانهم وبحسب المنظمة العالمية للهجرة تجاوز عدد الذين لاقوا حتفهم من المهاجرين واللاجئين منذ بداية العام الجاري الأربعة ألاف شخص من المعروف أن الضغط من الشرق الأوسط والحرب السورية لم تخفي آثارها والكثير من البلاد كاليونان عليها أن تتعامل مع هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين حيث يوجد حاليا بين 40 و50 ألف لاجئ وعليها أن تتوقع مجيء المزيد منهم في الفترة القادمة ولقي قرابة أربعة ألاف وسبعة وعشرين مهاجرا حتفهم في رحلات الموت عبر المتوسط وعلى طرق شمال أفريقيا والحدود السورية التركية والتهم المتوسط ثلاثة ألاف ومئة وعشرين شخصا في الشهور السبعة الأخيرة في حين وصل عدد القتل على الطرق المؤدية لليونان 383 شخصا أعتقد أنه يجب إيجاد الحل الجذري ويجب على العالم أن يتعاون من أجل إيقاف الحرب يجب على الغرب أن يستقبل المزيد من اللاجئين ويجب تأمين سفرهم دون مخاطر وقتل في العبور إلى إيطاليا والذي يشكل أكثر الطرق البحرية خطورة ما يفوق الـ 2692 شخصا وتم العثور مؤخرا على 122 جثة على شواطئ مدينة مصرات الليبية أزمة المهاجرين واللاجئين بحاجة لحلول عاجلة وفورية حيث شهد العدد والذي لاقى حتفه منذ بداية العام الجاري إلى يومنا هذا ازديادا قدره 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بحسب المنظمة العالمية للهجرة تانيا أرشيد الإخبارية لندن